اهلا بكم يارب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال لو اول مرة تزروني انا قناة مطبخ شامع عبدالغني بقدم وصفات طبخة وحلويات اقتصادية ان شاء الله تعجبكم لو عجبكوكم عن الفيديو بتاع النهاردة ياريت تعملوا لايك واشتراكوا في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة على القناة وصفة القرس المسلوقة تعالوا نقول باسم الله ونبدأ فيديو النهاردة اول حاجة هنحضر الخميرة معايا حتة خميرة صغيرة بمقام معلقة صغيرة من الخميرة وكمان معايا معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح هضفهم كده على الخميرة بالشكل اللي انتو شايفينه ده وكمان معايا مايا دافية يعني سخنتها شوية كده على النار وحطتها برضو على الخميرة وسبتها كده لغاية لما الخميرة تدوب هاخد ثلاث كبيات من الدقيق وديه دوت متعدد الاستعمالات او لجميع الاغراض عشان يديكي نتيجة كويسة في المغبوزات بالنسبالي اول مرة هجرب الوصفة فهجرب في كمية صغيرة ثلاث كبيات صغيرين من الدقيق ودايما دايما لما تجربي وصفة الاول مرة اعملي في كمية صغيرة ما تعملش في كمية كبيرة لغاية لما تشوفي النتيجة ضفت كده الخميرة على الدقيق بالمنظر ده هاخد بقية المياه الدافية وحكمل بيها عجن بالمنظر اللي انتو شايفينه دوته وفي اخر الفيديو بكل امانة هقولكوا رأيي في الوصفة او رأيي بمعنى اصح في سلق العجائن او سلق العجينة قبل ما اغبزها في الفرن في باقي الوصفات انا بشوفهم بيخمروا العجينة او بيسيبوها تخمر وبعد كده بيسلقوها بالنسبالي انا حصلوا العجينة بدون تخمير يعني انا حطيت فيها خميرة ولكن مش هسبها تخمر يعني انا حقطها على طول واشتغل فيها على طول انا كنت هنا بوريكوا العجينة قد ايه هي نعمة او طرية وفي نفس الوقت لازم فيها حتة تلزيئة بسيطة كده علشان تديكي نتيجة كويسة زي ما انتو شايفين انا خلصت فيها عجنة هغطيها لمدة خمس دقايق بس لغاية لما احضر الصواني اللي انا هقطع عليها وزي ما انتو شايفين انا قلتلكم مش هسبها تخمر انا هقطع على طول واشتغل فيها على طول انا مش عايزها هنا تبقى قرص منتفخة انا عايزها تبقى شبه نشفة علشان اخدها مع الشاي باللبن او اقدمها مع الشاي باللبن الناس بقى اللي بتحب القرص تبقى طرية فانت في الخطوة دي هتسيبي اللي عجينة بعد التقطيع هتسيبيها تخمر لمدة نص ساعة او تعلى شوية وبعد كده تبتدي تسلقيها فهتبقى منتفخة معاك وحتطلع من الفرن طرية لكن هنا انا عايزها نشفة فمش هسبها تختمر انا هشتغل فيها على طول وهسلقها على طول وبعد كده هدخلها الفرن تكمل بقيت سواها ثلاث كبات من الدقيق اعملولي عشر قطع من القرص انا هنا حب افردها بايدي علشان عايزة تضليعة لذيذة كده بحب التضليع دي جدا في القرص هكمل بقيت الكمية وافردها كلها بالمنظر اللي انتو شايفينه دوا بصراحة الوصفة ما اخدتش وقت وكانت سهلة وسريعة وما فيهاش اي صعوبة خالص خصوصا ان انا اشتغلت فيها على طول وما سبتهاش تخمر خلاص الكمية بتاعتي خلصت بالمنظر ده تعالوا بقى نجهز حلة فيها مية على النار مية تكون بتغلي يعني هنسبها على النار تغلي زي ما انتو شايفين كده هنزل بمعلقة كبيرة من الملح وحقلبها كويس في المية واول المية بتاعتي ما تغلي هبتدي بقى انزل بالقرص بتاعتي دلوقتي جهزت الصوج الفرن وحطيت عليه ورق من الزبدة والقرص اللي هتطلع من المية هحطها على طول على ورق الزبدة بالمنظر ده وفي الوقت ده كنت بسخن الفرن على بال ما خلص الكمية بتاعتي هدخل الصوج بتاعي على طول في الفرن بصوا بقى هي بتاخد حوالي 30 ثانية بالضبط اول ما بتحطيها في المية المغلية بتنزل تحت كده في القر واول ما بتبتدي تستوي بتطلع على الوش فوق بالمنظر اللي انتو شايفينه ده هتقدر تحطي واحدة او اثنين او ثلاثة مع بعض في الحلة بس تخلي بالك عشان وانتي بتقليبيها متتعوجش منك تقدر تحطي اي كمية بس خلي بالك وانتي بتقلبي حد منهم كمان دهنة كده من الزيت قبل ما دخلهم من الفرن علشان يبقوا بطلعين واخدين لمعة كده لذيذة تعالوا بقى نشوف شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن في منتهى الجمال قرص نشفة للناس اللي بتحبها زي كده دي قرص نشفة هقدمها مع شاي بلبن بتبقى رايبة جدا جدا من القرائش وانا بحب جدا جدا القرص النشفة دي شايفين الجمال؟ في منتهى الجمال شكلهم روعة يا جماعة وطعمهم روعة جدا 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 كمان الملح اللي دفناه في المية عطيهم تمليحة خفيفة كده يعني مش عدبين طعمهم حلو مملحين ملحوهم مصبوط بمعنى اصح حطلعهم كده وكمان حسماعكم صوت الارمشة هم طريين من جوه ومقرمشين من بره عاملين كده زي صوت الفطير بالظبط لما اطلع الفطير من الفرن رأيه بصراحة تجربة لازيزة جدا جدا خلت القرس بصراحة لها طعم مختلف تماما عن طعم الخبيث يعني خطوة بتاعت السليق قبل الخبيث بصراحة مغيرة في طعم القرس ومخلية طعمها مختلف طرية من جوه مقرمشة من بره مش معجنة مش عدبة لا ملحاها مصبوط طعمها في منتهى الجمال وليها قرمشة كده لازيزة بصراحة طعمها مختلف يعني ده رأيه الشخصي بجد تستحق التجربة في منتهى الجمال تقدري بقى تحشيها عجوة وتقطعيها اصغر من كده وتسيبيها تخمر وتسلقيها بنفس الطريقة حتديجي نتيجة في منتهى الجمال عملت على قناتي وصفة القرس الفلاحي بس طبعا بدون سلق يعني كانت مغبوزة عادي جدا في الفرن حسبها لكم ان شاء الله في علامة الايفو اتمنى انتوا تتفرجوا عليها اتمنى كمان تاخدوا جولة في قناتي ولو اول مرة تزروني وعجبكم الفيديو لا تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وكمان تفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد بقدم مصفات اقتصادية ان شاء الله بإذن الله حتعجبكم شايفين اللون في منتهى الجمال يا جماعة الريحة كمان فضيعة ريحتها في منتهى الجمال شكلها وطعمها وريحتها تحفة جدا نسمع صوت الارمشة نسمع صوت الارمشة نسمع صوت الارمشة هذه كانت وصفة النهاردة يارب تكون وصفة سهلة وبسيطة وتكون عجبتكم اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد من قناتي قناة مطبخ شيماء عبدالغني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته